الآن وخلال كلام سيادة الرئيس إمبارح في زيارته لبني سويف وجه الحكومة بتمن قرارات مهمة جدا لصالح المواطن منها طبعا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية هتبقى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام أيضا زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن قرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وانعكاسها الإيجابي على المواطنين مدرحة بدفتن موجود معنا في الستوديو دكتور علاء علي الخبيل الاقتصادي وعضو في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني سبع الخير على حديثك دكتور مواعنا في سبع الخير يومصر سبع الخير فاني 8 قرارات اقتصادية هامة في وقت دقيق جدا حابين نعرف تفاصيلها أكتر من حضرتك ونعرف السيدة المشاهدين عليها أكتر خلينا في البداية نتكلم من فهمة الرئيس في ظل الظروف الموجودة دي بيثبت كل يوم أنه هو من نسيج هذا الوطن يعني من نسيج المواطن يعني حاسس بالمواطن حاسس بارتفاع الأسعار حاسس بالتدخم لما نجي نبص للزيادة اللي حصلت تتكلمنا عليها زيادة استثنائية من 300 ل600 نسبة تتكلم على أنها 300 جنيه لأ هي 100% زيادة لما نجي نتكلم نتكلم أن في 100% زيادة حصلت لأصحاب المعاشات ولحياة كريمة اللي بيستفيد منها تقريبا حوالي 5 مليون أسرة وبالنسبة للمعاشات حوالي 11 مليون مواطن هيستفيد من الرقم بتاع 600 جنيه النقطة الثانية زيادة الحد الأدنى للأجور طيب معلش وحنا في المعاشات أي مواطن على المعاشة هيستفيد من هذه الزيادة حوالي 11 مليون مواطن النقطة الثانية زيادة الحد الأدنى للأجور برضو احنا بنتكلم من 3500 جنيه لقرابة الـ 4000 جنيه يعني بنتكلم في زيادة تقارب الـ 15% 14 و 13 من 10 أنا ليه بقولي النسب دي لأن احنا عندنا معدلات تضخم في مصر طلع خلال السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها منذ حرب روسيا وأوكرانيا وصلت التضخم لمصر ليه ما يقترب من 36% لما نجد أن فخامة الرئيس بيتدخل بقرارات تمس الأكثر احتياجا بنسب أقلها 15% وفي حتة تانية 100% وارفع الحد الأدنى للأجور ويعفي المزارعين من أعباء الديون الفئات المستهدفة من هذه القرارات هي الفئات الأكثر احتياجا وهي الفئات التي تتحدث عنها فخامة الرئيس في حتة أنه هو ده المواطن اللي تحمل مصر وهو ده المواطن اللي احنا بنطلبه أن ينتج في ذات الوقت بنقوله أن الدولة معاك أن الدولة بتقدم لك تسيرات وتسيرات عشان تقدر تمر بالأزمة اللي بتمر بيها مصر نتيجة التضخم اللي تقريبا يعني كل دول العالم بتعاني من هذا التضخم لما نجد ندرب كمان حتاك تقول هنا 300 جنيه ممكن حد يبصرهم على أنهم رقم قليل ندربهم في 11 مليون مواطن هيستفيدوا من 300 جنيه زيادة دولة مش بس 11 مليون بالنسبة للنسبة الزيادة احنا لو بنتكلم عن أن هناك نسب زيادة في السلع أو في المتوسط 36% فأنا أديتك علاوة تعادل نسبة زيادة عن السنة اللي فالت 100 في المية بدل 300 على فكرة 300 كانت لسه في شهر 4 وكانت استثنائية برضو وبالتالي بيبقى في 300 تانية يعني احنا بنتكلم عن حوالي قرابة المية في المية القصرة بتاعت الحد الأدنى للأجور نفس الكلام لما بصت لها عن بارح لقيت أن احنا لما تيجي تحسب الـ 500 جنيه عالتها 500 تلاقي أن في زيادة قرابة الـ 15% يبقى أنا النهاردة بدي للناس اللي هي أكثر احتياجا والفئات التي تستحق فعلا الدعم أن أنا بزود لها نسبة حوالي 15% من داخل ده بخلاف حتة تانية وهي الإعفاء الضريبي الإعفاء الضريبي أن احنا نرفع من تقريبا 36 ألف إلى 45 ألف الفرق التسعة تلاف جنيه ده بيمثل برضو حوالي 15 لو ضربته في 15% فئة الضريبة هتلاقي أنها ممكن توفر لك 1350 جنيه 36 ألف دوء الدخل سنوي أزبوط ده بحشان بس نشرافها أكثر لناس مالي الدخل الإعفاء الضريبي طلع بنسبة 25% يعني 9000 جنيه فتقدر تقول أن عند أدنى شريحة ضريبة هي وفرت لك ما لم تنفقه هو يعتبر إراد يعني أنت اللي مش هتدفقه للضرائب كأنه إراد ليك فبتعمل عند أدنى نقطة 15% حوالي 1350 جنيه القرارات كلها متنصقة مع بعضها بالنسبة لفندم أيضا القرار هو زيادة الفئات المالية الممنوحة المستفدين من تكافل وكرامة بالنسبة 15% لأصحاب المعشات بيجبالي 5 مليون أسرة هم دولة 5 مليون أسرة بتاعت تكافل وكرامة بياخدوا نفس الاستثناء وبياخدوا نفس المبلغ استكمالا لمشروع حياة كريمة فمعمول عندنا تكافل وكرامة ممكن كانت ضيفة اللي قابلي مع حضرتك بيتكلم أن احنا عندنا 4500 قرية في مصر الكرة الأكثر احتياجاً بتعمل لهم حياة كريمة بالإضافة إلى معاشات تكافل وكرامة والمبالغ اللي بتصرف من خلال تكافل وكرامة كل ده في النهاية بيصب على تخفيف العب على الفئات الأكثر احتياجاً لما بنيجي نتكلم عن التنمية الاقتصادية وتكلفة التنمية الاقتصادية انعكاس دواء على المواطن الأكثر احتياجاً قد ما بيشوفوش مباشر لي القرارات اللي خدها فخامة الرئيس عشان تأفكت المواطن مباشرة في حاجات حياتية إذا كانت زيادة في المعاشات الاستثنائية زيادة في تكافل وكرامة زيادة في الحد الأدنى المزارعين النهاردة احنا بنتكلم عن الزراعة في مصر الزراعية مستقبل مصر الزراع هي نواة التصنيع الزراعي لما نجي نتكلم عن الزراع يعني احنا بنتكلم عن مواد خام بتدخل في التصنيع الزراعي مواد خام بتستخدم في تصنيع صناعات تحولية ممكن استفيد بها بالتصدير ويمكن مصر السنة اللي فاتت معدلات التصدير بتاعتها ارتفعت بحوالي 20 مليار دولار كل ما بننتج اكتر كل ما هنقدر نصدر اكتر العجز في الميزان التجاري بتاعنا هيقل وبالتالي الفجوة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي هتقل ونأمل في المستقبل القريب انعكاسات اللي عملتها الدولة خلال 10 سنين تنعكس على الاستثمار وتنعكس على الصناعة طيب يمكن خلال حديث كمان سيدة الرئيس امس تحدث عن بنامج الاصلاح الاقتصادي وتحدث ايضا عن الازمتين اللي تعرض لهم العالم اجمع وانه برغم ازمة كورونا على سبيل المثال كان عندنا معدل نمو كان هايل جدا وكان حتى يمكن فاق التوقعات الدولية حتى بالنسبة لمصر كان حوالي 5.6% وكان المفروض انه بعد المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي كانت المرحلة اللي بعدها هي المرحلة انه المواطن يشعر بالاثار الايجابية لهذا البرنامج لكن جت الازمة الروسية الاوكرانية فكرة انه يعني خلينا نقول هذه المراحل او المرحلتين دول تحديدا وكل ما تم من جهود للدولة المصرية في التخفيف عن كاهل المواطنين شايف حضرتك يعني لو ما كانش ده حصل او ما كانتش الدولة المصرية اتخذت هذه الاجراءات لاستباقية كان الوضع يبقى شاكل عامل ازاي يعني الجملة حجبت تقوليها انا استخدمتها من قرابة سنة ونص كده كنا في تحليل الوضع الاقتصادي ما بعد ازمة روسيا واوكرانيا نتحدث عن ان 25% من سلة الغذاء العالمي توقفت سلاسل امداد توقفت غاز توقف مصانع توقفت فكنت بسأل نفسي سؤال بسيط قوي ماذا لو لو احنا ما كناش عملنا محطة بنبان لو كنا ما كناش عملنا البنية التحتية لو ما كناش عملنا الطرق نمرة واحد كانتها توقفت تكلفتها كامل نهارده صحيح نمرة اتنين كنا ناخد وقت قديه احنا مجرد ازمة بسيطة جدا حصلت في الكهرباء الدنيا تبهدلت خالص على ازمة بسيطة كم يوم يعني مش حاجة كبيرة ماذا لو ما كانش عندنا محطة زي بنبان ما كانش عندي بنية تحتية ما كانش عندي تشجيع الاستثمار كنا هنجزب استثمارات ازاي فكان عندي سؤالين مهمين جدا لو ما كناش ابتدينا من عشر سنين النقطة التانية التكلفة التكلفة اللي كنا هنتحملها كانت عطوبة اربع اضعاف التكلفة البنية التحتية اللي اتعاملت دا عشان تجزب استثمار اتعاملت من بداية من تسع سنوات من اول التسع سنوات صلاح الاقتصادي اللي حيث بتتكلم عليه مش من النهاردة لان ما انفعش ان انا اقول انا بعمل اصلاح اقتصادي من النهاردة احنا من 2016 ابتدى اصلاح اقتصادي على الجانب السياسات النقدية من تحرير سعر صرف وفوايد وسنة عشرين بتدرينا اصلاحات هيكلية على جانب العرض عشان نبتدي نشوف زيادة انتاج وانتاج لايه احنا بنتكلم عن الصناعات اللي يحصل فيها قيمة مضافة يعني اللي هي بنسميها الثلاثل القيمة المضافة يعني صناعات بتيفكت معدلات نمو عالية النقطة التانية بتعمل تشغيل للعمالة بتعمل احلال للوردات وبتعمل تصدير مجموعة متكاملة من الاصلاحات الاقتصادية لو لم تكن تقخز ما كانش ينفع تغديها بعد الازمة لان بعد الازمة حدث ان مصانع في المانيا بالكامل المصانع توقفت الغاز لما تقطع عنهم المصانع توقفت الفيضان اللي حصل في نهر الراين وقدى الى انخفات خمسة سنتي بس ما بقيتش السفن قادرة تنقل يعني هما لما الغاز الروسي توقف من الانبيب يبقى فيه نقلات جل فيضان ووقف النقلات دي فالتصنيع نفسه قل في العالم كله وبالتالي اثر علينا كمنتجات ومستلزمات انتاج يبقى عندي 25% من سلط غزاء توقفت مستلزمات انتاج توقفت طاقة وقفت مصانع في المنتج ما يحصل عندي زيادة في الاسعار النهاردة لما نيجي نقارن مع الدول المتقدمة دول العظمة جي 20 حصل عندها تدخم من 10-15% فاعتقد ان كلام حضرتك يعني بيمس الصلب بتاع الحقيقة لو لا ان احنا بدأنا كنا هنتعرض لحاجتين ان احنا هناخد وقت طويل قوي عشان نعمل في الظل توقف مستلزمات الانتاج والنقطة التانية التكلفة على الاكل على الاقل هتكون 3 اضعاف طيب فالخطات عظيم امبارح سيدة رئيس تتكلم عن الحوار الوطني واستجابته السريع على العدد من القرار وحضرتك طبعا عضو في اللجنة الاقتصادية ومهر الاقتصادية اهمية استجابة الرئيس لكم كأعضاء في اللجنة الاقتصادية وكجمهور مشارك الناس كمان المشاركين في هذه اللجنة خلينا نقل لك عاجة مهمة جدا في الحوار الوطني وهي يعني عشان محدش يزايد الحوار الوطني حرية كاملة فانك تقول رأيك انت بتاخد وقت ان انت تتحدث عن رأيك تتكلم عن المشكلة ولكن بنركز على ان احنا كافانة حديث عن المشكلات عايزين حلول قد مشكلة مقترحة قولي المشكلة كلنا عارفين لمشاهES اسل النغارة ام نتحدث عن التضخم مفيش حد في مصر مش عرف التضخم الحلول ايه لما نجي نتحدث عن عجز الموازنة الحلول بتاعتها ايه لما نجي نتحدث عن عجز الميزان التجاري وان صادراتنا اقل من الوردات بتاعني طب الحلول ايه مش هنوط نتحدث عن المشاكلة اللي عارفينها بس عايزين الحلول كافة المقترحات اللي تمت من خلال المناقشات في الحوار الوطني اتعرضت بكل أمنة وبكل حرية ودي كانت نقطة جميلة جدا احنا أطياف مختلفة أنا كنت مستقل كبير اقتصادي كان فيه ناس من الأحزاب ناس من مجلس النواب ناس من مجلس الشيوخ أسادزا متخصصين في كل المجالات فكان الحوار سري بأنه ومن بعضه وكان فيه مساحة من الحرية أنا شاهد عليها بنسبة 100% قول اللي انت عايزه لدرجة أن بعض الناس وهي بتتحدث عن المشكلة بتستخدم ألفز تقيلة ما كانش حد بيبقى في حد فيه أنه هو يتكلم بالحرية دي في نفس الوقت كان مطلوب منك حلول وحلول برا السندوق فأعتقد أن الحوار الوطني كان فرصة جيدة جدا فرصة جيدة جدا أن احنا نسمع بعض احنا ما بنسمعش الرأي الآخر حتى في الاقتصاد يعني في الاقتصاد ما فيش اتجاه واحد بس يعني ما فيش مدارس في الاقتصاد نظريات مختلفة فيه نظريات مختلفة ممكن أحترم نظريتك لو كان فيها جزء من الاشتراكية وانت تحترم نظريتي فيها جزء من الرأس المالية ونعمل حاجة تتناسب مع الاقتصاد المصري فكنا بنسمع عراء مختلفة ونتعلم بقى أن احنا نناقش الاختلاف أفضل من كده لما بتختلف مع اياه انت مش عدوي العكس كان كل الناس لها غرض واحد بس مصر أولا طيب زي ما حضرتك تحدثت أنه حتى يمكن من عشر سنين دولة مصرية كان لها خطة استباقية وخطة استراتيجية اقتصادية بتسير عليها ونحن نتكلم هنا عن أولويات الدولة المصرية شايف حضرتك أولويات الدولة المصرية اقتصاديا إزاي ساعدت أن احنا نتخطى الأزمتون دول تحديد يعني يمكن الأولويات بتختلف من دولة لدولة من نسبة لنا إحنا الأولويات الاقتصادية دي بحضرتك شايفها إزاي وشايف أثرت على الوضع اللي العالم كله فيه مش احنا مش مصر بس اللي فيه العالم كله فيه إزاي قبل ما ندخل للنقطة دي هل هناك أحد كان يستطيع التنبؤ بفيروس كورونا؟ لا طبعا هل هناك أحد كان يستطيع أن يتنبأ بأن تكون حرب بين دولتين بيمثلوا قتلة كبيرة من سلة الغزاء العالمي؟ التنبؤ بالكلام ده آه فيه ناس اقتصادين يقولك إيه آه محنا ممكن نتنبأ بنات كل شيء نقوله ممكن يحصل زلزل بكرة ياخد نص الكرة الأرضية كلام التنبؤات ده ما بيبقاش مدروس لم نكن نتوقع موضوع زي كورونا لم نكن نتوقع أن العالم كله هيقفل خلي بالك العالم كله قفل احنا كان في كورونا بس اكمن الدولة المصرية كان عندها خطوات استباقية فتخطط هذا الموضوع حتى في مجال الصحة اللي فخامت الرئيس دايما يقول أنا نفسي نقدم خدمات صحية كويسة ويبقى عندي مواطن لديه صحة جيدة في مجالات الأمن الغزائي أن احنا نعمل حاجة اسمها أمن الغزائي ويمكن كان فيه مصطلحات فرق كتير قوي وإحنا بنسمع كلمة الأمن الغزائي عن توفير الغزائي فيه فرق كبير قوي أن أنا أوفر لك الغزائي وده اللي كانت بتشتغل عليه الدولة المصرية خلال العشر سنين وهو توفير الأمن الغزائي للمواطن توفير الصحة كانش عندنا هذي التنبؤات وبالتالي طب إيه اللي خلى فخامت الرئيس ينظر أنه يعمل حاجات دي رغم أنه ما حصائق ما كانش يتوقع طبعا ما فيش حد يتوقع الكلام ده هي رؤية مصر أو الجمهورية الجديدة رؤية الجمهورية الجديدة اللي هي عندها بنية تحتها تستطيع أن تصل في عام 2030 للحلم بتاع الجمهورية الجديدة يكون عندنا فائد في التصدير يكون عندنا فائد في الطاقة يكون لنا دور وخلي بالك يكون لنا دور في الاتحاد الأفريقي أحملنا أفريقيا النهاردة بقى لنا دور في أفريقيا لنا دور مع مجموعة البريكس ومجموعة البريكس النهاردة هي السوق اقتصادي اتفتح لك لمصر لما تدخل عضو فيه بيمثل 30% من الناتج العالمي عضوية الاتحاد الأفريقي اللي هي مصر عضو في الاتحاد الأفريقي على الجي تونتي بيمثل تقريبا 61% من الناتج العالمي لما نكون قدامنا هذه الفرص والأسواق الوعدة ومصر لديها القدرات الاقتصادية والقدرات التنموية إننا أستغل وجودي في هذه المنظمات ويبقى عندي هذا السوق مش بس عشان أخف الضغط على العملة الصعبة لأ عشان أزود أزود إمكانيات التصديرية بكل تأكيد نشكر حضرتك هفن شكرا جزيلا شكرا جزيلا نرسنا الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي وعضو في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني شكرا ليك هفن شكرا جزيلا حضرك